اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المهم لكن الصغير ابو كيف راح تسويه ابو النوتشات اللي موجودة حين في الايفونات كلهم حتى لو يختلف الحجم الايفون النوتش يكون نفسه فابول ما تساقر النوتش عشان تسقر الجهاز نفسه فابول صعب تسوي الايفون الصغير بالنوتش اللي موجود هنا ما راح تكون اصلا ما في مسافه لحق السبلي ما راح تكون هنا مسافه لحق الشبكة والابراج في الجوانب فهذا الدافع اللي خليه أبل رح تصقر النوتش أبل رح تصقر النوتش ترى الآن مش علشان شكل ملحوظ واو بتصقر النوتش لا أبل رح تصقر النوتش علشان بس ان يكون النوتش يناسب الجهاز الصغير الحجم الصغير الجديد اللي رح ينزل هذا الشي الوحيد علشان تقدر تحط الشبكة وكل شي بالجوانب بس فالأشخاص اللي يبون يشوفون الحجم الجديد ما الأبل اللي بتنزله إذا عندك آيفون، أي آيفون عندك، افتح الرابط هذا الموجود عندك حين انزل آخر شي تحد رح تشوف الأحجام اللي عندك تضغطها بشاشة الآيفون تكون على يمين على اليسار رح تشوف الحجم الآيفون القادم الصغير مقارنة بالآيفون اللي عندك للأسف بعد ما خلصت الفيديو فتحت الانترنت طلع الخبر إنه أبل رح تأخر الآيفون أعلنت أبل رسمي، طعم مش موقعها لكن اليوم عن مبيعات الربع الثالث للسنة هذه واضطرقت هذا الموضوع إن الآيفون القادم رح يتأخر لبضع أسابيع فالمتبر الغادم إذا كان رح يكون 8 سبتمبر قبل رح تعلن ممكن عن الآيفون لكن ما رح يمباع الآيفون يمكن تقول لكم أن الآيفون كده ونصفاته وكل شي ورح يمباع مثلا بعى 3 سبع أو 4 سبع هذا الخبر كلها أو يمكن ما تعلن عنه، تعلن عنه بس في أكتوبر فننتظر نشوف الخبر المهم إن الآيفون، كاوفور اول ككل expected ما رح يمباع في سبتمبر رح يتأخر إلى أكتوبر هذا الخبر كله لكن هذا الع sentence رح تعلن عنه في سبتمبر في مؤتمرها علشان ما تقير دلوقت ما المؤتمر الآيفون والبيع يكون في اكتوبر إلى الآن ما ندري بس هذا الفيديو هذا كل شي ففي نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة ونشر المقطع وعمل ليك المقطع في تعليقاتكم تحت تهمني ولا تنسوني فضل دعاكم والسلام عليكم